موسيقى مساء الخير اليوم فعلا ارتفعت درجات الحرارة كانت الأجواء مغبرة في العديد من المناطق الآن فعلا تشهد العاصمة عمان أجواء مغبرة درجة الحرارة المسجلة الآن تقريبا 28 درجة مئوية والملموسة 28 درجة الرطوبة هي 22% من المتوقع هذه الليلة من بعد منتصف الليل أن ترتفع حتى نسبة الرطوبة بشكل واضح وملحوظ سرعة الرياح 17 كم في الساعة واتجاه الرياحية رياح جنوبية هذه الليلة تبقى دافئة بشكل عام من المتوقع هذه الليلة أن تبقى الأجواء مغبرة خاصة من بعد منتصف الليل أيضا من المتوقع في المناطق الشمالية والمناطق الوسطى من بعد منتصف الليل أن تتكافر سحب وهي سحب منخفضة فعلا أجواء خمسينية تتراجع الآن درجات الحرارة تقريبا في العاصمة عمان لتستقر عند 24 درجة مئوية أما بالنسبة ليوم الغد أجواء خمسينية أجواء مغبرة رياح نشطة على فترات تثير الغبار والأتربة في أغلب المناطق أرجوكم الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل عام بسبب الأجواء المغبرة والخمسينية أيضا بالنسبة لدرجات الحرارة من المتوقع يوم الغد أن تتراجع درجات الحرارة تقريبا أقل من المعدلات السنوية من 3 إلى 5 درجات مئوية علشان العظمى في العاصمة عمان متوقع أن تصل إلى 29 درجة مئوية مزيد من التفاصيل حول درجات الحرارة إن كانت الدنيا أو العظمى ليوم الغد في إربة 23 إلى 28 رأس منيف 25 المفرق 30 درجة مئوية أجواء فعلا مغبرة في أغلب المناطق كما نشاهد 27 في عجلون جراش 30 والزرقاء 31 درجة مئوية رياحها نشطة في بعض المناطق أصلت أيضا أجواء مغبرة 29 درجة كذلك الحال في الفحيص غرب عمان 27 شرق عمان 29 مرجل حمام 27 35 في دير علا وأجواء مغبرة البحر الميت كذلك 37 منطقة مطار ملكة علي أدول 32 وادي الموجب 32 الكرك 29 وفي الطفيلة أيضا أجواء مغبرة غور الصافي 39 أجواء حارة الرشادية أيضا رياح نشطة البتراء 30 في معان ترتفع إلى 31 درجة مئوية وأيضا أجواء مغبرة كذلك الحال في وادي رم العقبة تصل إلى 38 درجة مئوية وأجواء مغبرة الجفر 34 كذلك الحال في الأزرق والليلة 25 درجة هناك الصفاوي أيضا أجواء مغبرة ترتفع إلى 34 درجة مئوية وأيضا أجواء مغبرة حالة طقس خلال اليومين القادمين طبعا أجواء خمسينية أحوال فعلا خمسينية أجواء مغبرة بشكل عام بالنسبة ليوم الغد تراجع على درجات الحرارة بشكل واضح مقارنة باليوم ولكن إن شاء الله تبدأ الأجواء بالاستقرار من جديد من يوم الاثنين وهناك يعني تراجع واضح أيضا على درجات الحرارة ولكن استقرار إن شاء الله يعني واضح وتعود الأجواء صيفية عادية إن شاء الله يوم الاثنين يعني مع نهاية الاثنين وأيضا يوم الثلاثة ترتفع إلى 29 درجة مئوية هذا ما كان لدينا من أخبار طقس والعودة إلى الزميلة لنا موسيقى 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 موسيقى